بدأت سورة المجادلة بدكر قصة الصحابية خول بنت تعلبة مع زوجها أوس بن شدد حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه سوء خلق زوجها وما صدر منه من مظاهرتها والظهار وأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فيحرمها عليه وبعد أن ظهر أوس زوجته لبت وقتا قليلا ثم أراد الرجوع إليها فرفضت ذلك وذهبت لتأخذ الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجوعها إليه فأجبها رسول الله بأنها محرمة عليه حرمة أبدية حتى ولو طلب أوس بن شدد أن يعيدها إليه وحينها حزنت خولة رضي الله عنها لأنها إذا تفرقت عن زوجها فسيجوع أبناؤها إن بقوا معها سيضيع إن بقوا مع زوجها فخرجت من عند رسول الله متجهة نحو الكعبة المشرفة تدعو الله تعالى وتشكو إليه قلة حيلتها وضعفها وما نبتت إن قليلا من الوقت حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فنادى خولة بنت تعلب رضي الله عنها مبشرها بنزول حكم الله فيها وفي زوجها وقرأ عليها آيات قرآنية تحل لها رجوعها إليه بعد أن يؤدي زوجها كفارة الظهار فقال تعالى في سورة المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزورة إن الله لعفو غفور كما بيّنت الآيات الكريمة من سورة المجادلة حكم الظهار في الإسلام قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يصدع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله للكافرين عذاب أليم حيث كان الظهار في الجاهلية يحرم رجوع الزوجة إلى زوجها حرمة أبدية فبمجرد ظهار الزوج من زوجته تحدث بينهما الفرقة الأبدية ثم جاء الإسلام فجعلك فارس الظهار بتحرير رقبة مؤمنة وعطقها من العبودية فإن لم يجد فعلى من يفعل ذلك أن يقوم بصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع سوم شهرين متتابعين لضعف في جسده أو لغير ذلك من الأعضار الشرعية فيترطب عليه أن يقوم بإطعام ستين مسكنا وبذلك تحل له زوجته ويحرم على الرجل ملامسة زوجته قبل أن يؤدي ما عليه من الكفارة ومن هنا نفهم أن للمرأة مكانتها في الإسلام وأن لها من الحقوق وعلي من الواجبات كالتي للرجل إلا ما فضل الله به بعضهم على بعض قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فقد توجهت رضي الله عنها بشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أسرية وسمع الله شكوى من فوق سبع سماوات وأنزل آيات قرآنية في أمرها مبين المخرج من أزمتها إذن هذا الموقف كان سببا لنزول مطلع صورة المجادلة ولا شك أن معرفة أسباب نزول أي آية أو صورة في القرآن الكريم لا يمكن تفسيرها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورد العلم بالمسبب